خلوني أرحم بحضراتكم مرة تانية وأنه رحم بضفنا العزيز وسيس طهر أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحدتنا حول لجنة الدمج والتأهيل لمن أفرج عنهم هناخدها واحدة واحدة مسألة بتاعة المشهور وغير المشهور في السياسة قلتلي أنا ما بحبش التوصفات دي أنا ليه بقولك ده جيد وبقوله يعني أفهم وجهة نظرك وجهة نظري أنا لأنه هي مش معقول إنه لو حد عنده شلة كبيرة فهيعمل معاملة تفضلية وآخر كان يعمل عملا سياسيا هو بقى مقبول مش مقبول رأيه صح رأيه غلط مش دي قصتنا النهاردة ولكن مش لأنه عنده شلة واسعة والكثير من المؤيدين أو الهاتفة وكلام من ده فيبقى هيعمل معاملة أقل في المستوى أنتوا تعاملتم عداز زي جوه اللجنة هو ده المساق يعني المساق اللي أخدناه ما بيننا وما بين أعضاء اللجنة مع بعض ان احنا نشتغل حاجتين لا تفرق ما بين مشهور وغير مشهور ولا تقول لي ده جاي من الحتة الفلانية ولا ده جاي من الحتة الفلانية أو توجهه كذا أو توجهه كذا وبعيدا تماما عن التوجه السياسي والأيدولوجيا احنا نمارس هذا الدور من باب مسئولية سياسية على التنسئية ومن باب الحيادية التامة ما بين كافة الأيدولوجيات يعني في الأول وفي الآخر هي التنسئية منصة حوار صحيح منصة حوار تجمع اليمين وتجمع اليسار المؤيد المعارض جميع التوجهات فيها جميع الألوان فاحنا لا نطغى على لوم بعينه أو يتم يبقى فيه محاباة للوم بعينه ده دور ومسئولية علينا نمارسها بكل تجرب بكل حيادية والأهم في الموضوع أنه الخدمة توصل لمستحقية لأنه فيه عدد كبير جدا من المفرج عنهم ما بيقدروش يتواصلوا ما عندهمش آلية أنه حد يعرف مثلا أنه التنسئية بتعمل دور مش عارف فلما بيعرف من حد زميل وخض التجربة فيقوله ده فيه تجربة فيه تنسئية شعب الحزاب والساسين وبيعمله واحد اتنين تلات اربعة فيبدأ هو يتواصل احنا ابتدينا للمشوار ده من بدري شوية لما ابتدينا نروح للناس في محافظاتها ونسمع مشاكلهم ونحدد أولوياتهم ونشوف عايزين نبتدي معاهم منين الحالات دي في الأول وفي الآخر لما بتيجي بيتم فرزها حالة حالة تحديد أولويات هتبدأ مع مين مين مشكلته مين محتاج تدخل صحي عاجل أو تدخل علاجي عاجل مين محتاج يعني تأهيل نفسي نظرة المجتمعية طبعا بتفرق كيف سأقولك نظرة المجتمع لللي خرج تعاملتوا معها إزاي أهلتوا المجتمع ده انتها دهان مش أقولك هتأهل مصر كلها بس انت كمان عايز تأهله هو انه يقدر يندمج جوه المجتمع ويتقبل أحيانا النظرات أو الكلمات النقدية أو حتى الرفضة أو على الأقل في مجتمعاته الديئة يعني ده القرية جوه الأسرة جوه محيط العمل محيط الدراسة هم كمان يستقبلوه ده حقيق فانت بتبدأ مع الشخص نفسه يبدأ هو يغير فكره يغير طريقته في التعامل لأنه جاي من موضوع صعب جدا انت بترجع يعني تدمجه في الحياة الطبيعية بشكل طبيعي فيبدأ يتعامل تعاملاته مع الناس عاملة إزاي وبعدين ثم تنتقل لي تعاملاته داخل الأسرة هو متغايد بقاله فترة كبيرة فطبيعي لو في أولاد هيتعاملوا معاه بشكل مختلف مستغربينه في زوجة هتتعامل معاه بشكل مختلف فبتبدأ مع الشخص نفسه ثم مع الأسرة فيبدأ يشكل طاقة إيجابية أو وعي إيجابي تجاه محيطه اللي هو بيعيش فيه زي أسرته ثم يبدأ يتعامل مع النطاق الخارجي اللي هو الشارع الحي المكان اللي هو ساكن فيه ثم بيقيت العمل هو من نفسه هو اللي بيبدأ يغير نظرة الناس لي من خلال سلوكه من خلال أفكاره من خلال توجهاته هو بيبدأ اللغة نفسها بتتغير الشكل بيتغير تبدأ تديله طاقة إيجابية طول الوقت فهو ده اللي بيستهلك مجهود كبير جدا في التحول من الطاقة السلبية اللي كان عايش فيها لا أنت عنصر فعال في المجتمع دولة محتاجاك مصرفة حق ديها للجميع والأبناءها المخلصين ونقصد هنا المخلصين اللي هم خرجوا بقرارات عفو رئاسي وتنطبق عليهم شروط لجنة العفو الرئاسي أو معايير العفو الرئاسي لم ينضم الجماعة إرهابية لم تلطخ إيديه بالدماء لم يمارس عنف لم يحرد على عنف كل دي معايير مهمة جدا في قبوله سواء في لجنة العفو الرئاسي أو قبوله حتى عندنا في لجنة الدمج والتأهيل دي قاعدة السابتة اللي عندنا فاحنا بنستقبل كل الحالات اللي بتنطبق عليها هذه المعايير فهتبدأ يخش عندك تبدأ تتعامل معاه على حسب الأولوية اللي هتبدأ بيها